موسيقى أهلا بكم نشأة ثالثة من ليبيا لكل الأحرار وأبرز عنوينها ستة بين قتيل وجريح من قوات الكرامة بمحور الظهر الحمر جنوب درنجر أنفجار لغم أرضي مقتل عنصر من كتيبة الدبابات في غابة النصر بترابلس وإصابة ثلاثة آخرين من هيئة السلامة الوطنية في انفجار بمقر الكتيبة مقتل أحد أفراد القوات المساندة لبدرية الأمن سبراتا وجرح ثلاثة آخرين في إطلاق نار على بغابة طويلة موسيقى أفاد المكتب الإعلام للمستشفى الميدان عمارة تابع لعمرية الكرامة بأصول ثلاثة قتلى وثلاثة جرحا من محور الظهر الحمر جنوب درنجر أنفجار لغم أرضي يأتي هذا عقب محاولة هذه القوات تقدم باتجاه مواقع جديدة بالمحور الذي يشهده من حين لآقر مواجهات بين قوات عمرية الكرامة ومجلس شورى مجاهدي درنجر بالتزام مع ما يتعرض له محور الظهر الحمر ومواقع أخرى في المدينة لغارات جوية أشهدت رابطة مؤسسات المجتمع المدني درنجر بزيارة وفد من المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ووقوفه على ما يعانيه أهالي المدينة من حصار خانق واستمرار للقصف الجوي على أطراف درنجر وأكدت الرابطة في بيان لها دعم مشروع المصالحة الوطنية والتعويل عليه حلا أمثلا لوقف النزيف المستمر ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ودعا البيان أهالي المناطق والمدن المحيطة بدرنجر إلى تغليب العقل والجنوح للسلم وثمنت رابطة مؤسسات المجتمع المدني أيضا دور المجلسي المحلي درنة ومجلسي الشورى والحكماء والعيان لتوافقها من أجل المصالحة أكد مصدر الإعلامي الإفراج عن الحاكم العسكري للمدينة حمد الشلوي بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت مقر الشلوي واقتدته إلى جهة مجهولة وذكر المصدر أن الإفراج عن الشلوي جاء بعد تدخل قيادات عسكرية تابعة لعملية الكرامة عقب ساعات من اختطافه والتقى بعدها الشلوي آمر غرفة عمريات المختار سالم ارفادي وكان قد تعرض عدة ضباط وقادة محاور تابعين لعملية الكرامة في المناطق المجاورة لمدينة درنة لعمريات خطف جرى الإفراج عن بعضهم بعد التحفظ عليهم عدة أشهر عبر الهاتف من درنة مسؤول مكتب الإعلام بمجلس شورى مجاهد درنة وضواحيها محمد المنصوري أسألك هنا سيد المنصوري ما التدعيات التي خلفها سقوط ثلاثة قتلى من قوات عمريات الكرامة في ظهر الحبل بالله والصلاة والسلام على رسول الله نحن في مدينة درنة كمجلس شورى مجاهدين درنة وضواحية قاعدين على حديد المدينة الإدارية ندفع في تقدم أو أي احتداء لقوات وميليشيات الكرامة احتجاه درنة فهذه النتيجة هي طبيعية بأي محاولة احتجاء على مدفل وحدود المدينة الإدارية بخصوص زيارة وفد المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية لدرنة ما الذي تمخذ عن الزيارة؟ هل من نتائج تم التوصل إليها أو مبادرات معينة ترحت في هذه الزيارة؟ عن المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية وصل اليوم الآمست حيث استقباله مكونات مدينة درنة مجلس الدرنة الاجتماعي مجلس المحلي ومجلس الشورى ومجلس الحكماء ومشايخ مدينة درنة كان استقبال جيد لهم واستقبال رسمي من خلال أهالي المدينة لزالت الاجتماعات تتمخز إلى الآن في هذه الساعة نحن مجتمعين معهم لم أخرج إلا من أجل مداخلات سوف في العام هناك إيجابيات طيبة لوضع التفهم بوصد المصالحة لحقوقها للمدينة وواجباتها للمدينة تجاهها من يقوم بالاحتداء على المدينة من الخارج مسؤول مكتب الإعلام بمجلس الشورى مجاهد درنة وضواحيها محمد المنصوري شكرا جزيلا لك أكد المركز الإعلامي لقوات الصائق الموالية لعمرية الكرامة مقتلى شخص من عناصرها يوم همس نتيجة الاشتباكة الدائرة بمنطقة وسط البلاد وأوضح المركز الإعلامي عبر صفحة على فيسبوك أن العنصر استدفه قناص تابع لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي بشارع المفاتيح في محور الضريح مبينا أن الطيران الحربية قصف عدة تمركزات البارحة بمنطقتين الصابري ووسط البلاد وأضاف المركز الإعلامي التابع لقوات الصائق أن الغارات الجوية استهدفت مستشفى الجمهورية ومركز التحاليل الطبية دون تحديد حجم الأضرار البشرية أو المادية من جهاتها قالت مؤسسة الفتحة النافذة الإخبارية التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي أن قوات المجلس تمكنت من استدفع نصر تابعين لقوات عملية الكرامة يوم أمس في اجتباكات بالقرب من فندق عمر الخيام وسط البلاد وأضافت المؤسسة عبر حسابي على موقع التيلجرام أن الطيران الحربية الموالية لعملية الكرامة شن البارحة أكثر من غارة جوية استهدف بها مواقع تابعة لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي عبر الهاتف من مصرات الخبير في أشعون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح كيف تقيم نتائج العملية العسكرية التي أطلقتها قوات عملية الكرامة منذ عدة أيام للسيطرة على مناطق وسط البلاد والصابري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة هذه الحرب العباتية التي يقودها حفظة والتي يدخل حيثها العديد والعديد من الشباب اللي في سواء من الطرفين سواء من مزلس شورى ثوار بنغازي أو من القوات الموالية لحفتر هي حرب عبثية طالت للدفع الآن أربع ما تجاوز في سلاك سنوات الخفائر في الأرواح البشرية في الزياد والحقيقة السيد حفتر لم يستطع أن يحقق من خلالها ما كان يخطئ إليه وهو الخيطر على بنغازي وصارت ثوار مدينة بنغازي من بنغازي بهذه الإنسانيات التي تجمعت لدحفتها وبهذا العدد السبير من القوات والجيش وبهذه التبارات الجوية ربما يستمر هذا الحال ويستمر هذا الوضع بعدة أشهر أخرى خاصة وإن استطاعت قوات شورى ثوار بنغازي من أن تؤمن مصدر في الإنجاد العسكري والبجيستي فإن فعلت ذلك فإن الحرب في هذه المنطقة ستتطول وستكون الخسائر أكبر سواء في الأرواح بين المواطنين المواطنين وبين الطرفين وفذلك في الممتلكات الخاصة بالمواطنين باعتبار أن وصف البلاد والصابري هي مناطق أهلة بالسلطان وربما تكون من المناطق المزدحمة في مدينة بنغازي بالنظر إلى طبيعة هذه المناطق إلى أي حد ترى أن تكثيف الغارات الجوية والاعتماد على القصف بالأسلحة الثقيلة يمكن أو يمكنه إضعاف دفاعات مجلس شورى ثوار بنغازي هو ربما يعني يكون نوع من استراتيزيات القتال التي تستتبعها بعض القيوص والقصف بالصائرات وبالمستعية بعيدة المدى وكذلك بالحصار لإضعاف القصل لأن ذلك يعني يحتاج لوقت طويل طويل جدا أحيانا خاصة إذا كان يعني صمود في هذه المناطق فقط صمود شورى ثوار بنغازي هؤلاء الرجال يعني الصمود هم الحقيقة أسطوري وشاهدنا ذلك في منطقة جونفودو وهم ليسوا يعني بالخصم السهل الذي باستطاعت حثر أن أثر عليه بهذه الطريقة ولذلك أقول أن هذه الحرب في الحقيقة هي حرب عبتية نعم لكل ما تحمل هذه الشيئة والهدف هو إزهاق المزيد من الأرواح شكرا تشكل المزيد من البناء في مدينة طغازي وبسرطنا الحديد شكرا جزيلا لك كنت معنا من مصطة الخبير في شؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صالح أكدت قوة الرضع والتدخل المشتركة محور بسليم مقتل عنصر من كتيبة الدبابات المتمركزة في غابة النصر وإصابة آخرين من هيئة السلامة الوطنية في انفجار بمقر الكتيبة وأضفت القوى أن الانفجار النتج عن تفخيخ بعض الأليات العسكرية تسبب أيضا في إعطاب دبابة وعربة نقل جنود وأن التحقيق جار لمعرفة الجنات من جهتها قال تيئة السلامة الوطنية أن ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا أثناء محاولتهم إخماد حريق بغابة النصر مكان الانفجار قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا أن استخدام العنف في العاصمة طرابلس تحقيق مصالح خاصة أمر غير مقبول وأضفت السفارة في تدوينة الله على موقع تدوينات المصغرة تويتر ردا على بيان المجلس الرياسي الذي تعهد فيه بالملاحقة القانونية لكل من يحاول زعزعة أمن طرابلس أضفت أن استقرار ليبيا غير قابل للتفاوض قتل أحد أفراد القوة المساندة لمديرية الأمن صبراتا وجريحا ثلاثة آخرون بعد تعرض بوابة طويلة الواقع 40 كم غربي صبراتا أمس الجمعة لإطلاق النار وأوضح مدير مديرية أمن صبراتا عبد السلام المبروك لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المهاجمين تمكنوا من الفرار غير أن البحث جار عن أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الحادث قال وزير الخارجية التونسية غميس الجناوي أن حفتر ليس جزء من اتفاق الصخرات ولم يحضره لكن ذلك لا يحجب تأثيره في الساحة الليبية ويجب منحه دورا في أي حل سياسي يهم مستقبل ليبيا على حد تعبيره وأضف الجناوي في لقاء مع السراج أن المبادرة التونسية تنص على أن الحل لن يكون إلا سياسيا بين الليبيين أنفسهم ولا يشمل أي طرف خارجي وأن يكون تحت رعاية الأمم المتحدة في سياق آخر بحث رئيس المجلس الرئاسي فيزا سراج ووزير خارجية حكومة الوفاق الوطني مفوضة محمد السيلا مع الجهناوي مسألة الديون الليبية في المصحات التونسية وتسهيل إجراءات سياب أسرع والأشخاص بالمعابر الحدودية وأكد الجهناوي إثر اللقاء أنه تم الاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني على بعض الخطوات العملية في هذه الملفات وأفد الجهناوي بأنه سينظم زيارة ثانية إلى ليبيا بخصوص ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية في موعد قريب وذلك بعد تشكيل وفد جديد والتنصيق مع الجانب الليبي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وسعيها المستمر لتواصل إلى حل سياسي عبر تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف ونقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على يوسف عقب لقاء الرئيس المصري قائد عملية الكرامة خلف حفتر اليوم في القاهرة نقل عن السيسي قولا أن كل المساعي التي تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التواصل لصيغة عملية لاستناف الحوار من أجل مناقشة القضايا المحددة المتوافقة على تعديلها باتفاق أسخيراته من جانبي أعرب قائد عملية الكرامة خلف حفتر عن تقديره للدور المصري في الأزمة الليبية مؤثمنا جهودها لمساعدة مختلف الأطراف في الحصول في الوصول إلى توافق موشيدا بحرص مصر على ضمان استقرار الوضع في ليبيا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابوس المحلل السياسي جمال عبد المطلب أسألك هنا وزير الخارجية التونسية خميس الجهناوي دعا إلى منح خلف حفتر دورا في أي حل سياسي يهم مستقبل ليبيا رغم أنه ليس جزءا من اتفاق أسخيرات ولم يحضره على حد تعبيره كيف تفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أستاذنا الكريم أعتقد أن أفسر ذلك المبادرة المغاربية التي هي التونسية الجزائرية تحاول أن ترسل رسائل للطرف الداعم لتيار الكرامة لحفتر لهم المصريين والإماراتيين وما عندهم منطق الاقتصادي واستراتيجي أننا نحن محايدين لسنا ضد حليفكم حفتر وأن حفتر نعم هو لم يشارك ولكنه أمرا واقعا ويمثل منطقة معينة وهي المنطقة الشرقية وتيار معين وبالتالي هو تصريح دبلوماسي تطميني هو لا يملك جناوي أن يفرض حفتر أو يبعده أو كده هي مبادرة ولكنه يريد أن يرسل أنا أقرأه أنه يريد أن يرسل رسالة للطرف الآخر لا تعرقلوا مبادرتنا ونحن معكم وأن حفتر جزءا أصبح أمرا واقعا وأنه جزءا من المشهد هو يرى ذلك أنا لا ناقل الكفر ليس بكافر أنا لا أتبنى هذا طيب في ظل الحديث نعم سيد جمع في ظل الحديث عن لقاء مرتقب بين حفتر وأسراج هل تعتبر لقاء السيسي وحفتر مكملا للقاء أبو ظبي وما هي الخطوة التي سيتخذها الطرفين لقاء نعم أنا أعتبره مكملا هو لقاء إعلامي أكثر منهم متفقين على الخطوط العرضة يعني الجهات الداعمة اللي هي الحكومة المصرية والإماراتية متفقين على استراتيجية ولكنهم بعد أن التقوا بالسيد السراج وجاء السراج والتقى بأعضاء المجلس الرئاسي وبضباط من الجيش الليبي من الجهة الغربية البنيان المرصوص وغيرهم وعملوا وأطلق سيالة بالونة الكلام عن حفتر واستمزجوا الأراء ثم يعني تواصل السراج مع كوبلر الآن أعتقد أن السيسي يحاول أن يستمع إلى يعني يتبادل الأراء ويعطي التعليمات لحليفه حفتر إلى وين وصلت الأمور هذا جانب الجانب الآخر هو يعني صورة هي صورة مهمة أن مصر مازالت يعني محتمة بالشأن الليبي وأنها الطرف مهم وأنها تدعم حليفها حفتر يعني هي رسالة ذات مزدوجة ذات يعني اتجاهين عبر الأقمار الصناعية من ترابس المحلل السياسي جمال عبد المطلب شكرا جزيلا لك نشتنا متواصلة وفيها انخفاض تدرجي في درجة الحرارة في المنطقة الغربية فيما يتوقع ارتفاعها في منطقة الشمال الشرقي والمنطقة الوسطى ستة بين قتيل وجريح من قوات الكرامة بمحور الظار الحمر جنوب درنة جراء انفجار لغم أرضي مقتل عنصر من كتيبة الدبابات في غابة النصر بطرابلس وإصابة ثلاثة آخرين من هيئة السلامة الوطنية في انفجار بمقر الكتيبة مقتل احد افراد القوة المساندة لمدرية الامن صبراتا وجرح ثلاثة آخرين في اطلاق نار على بوابة طويلة قال النطق باسم كتيبة مئتين وواحد الوليد سالم من الوضع بقاعدة تمنهنت والمنطقة المحيطة بها هادئ منذ 12 يوما ولم تحدث اثناءها اي اشتباكات بالمنطقة مع قوات بن نيل الموالية لعمرية الكرامة وأوضح سالم لقناة ليبيا لكل الاحرار أن جميع القوات الموجودة بالقاعدة تحافظ على تمركزاتها السابقة كافة مشيرا إلى تنظيمهم دوريات تهدف لتمشيط محيط القاعدة والمناطق المجاورة لها قال وزير الهجة البلجيكي ثيو فرانكن أنه لا بديل لحل أزمة الهجة غير النظامية إلا بالعمل مع ليبيا ووقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ودعى فرانكن لاتحاد الأوروبي لرفض قبول المهاجرين الأفارقة الذين يدفعون أموالا لشبكات التهريب وطالب بإعادتهم إلى أوطانهم أو إلى دول أخرى مثل ليبيا حسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وأشار الوزير البلجيكي لأن هذه الخطوة ستمكن الاتحاد الأوروبي من فتح ممرات قانونية للاجئين والمهاجرين للدخول إلى أوروبا بدلا عن التدفق غير المتحكم فيه للمهاجرين الذين تجاوز عددهم المليون ونصف المليون مهاجر بين 2014 و2016 قالت المنظمة الدولية للهجرة أن قرابة 1190 مهاجرا غير نظمي انقذوا وانتشرت 12 جثة قبلة سواحل ليبيا في الأسبوعين الماضية وأضفت المنظمة أن عمليات الانقاذة تمت بسواحل طرابلس والزاوية والزوارة موضحة أن إجمالية المهاجرين الذين انقذوا منذ بداية 2017 تجاوز 5300 مهاجر وأشارت المنظمة إلى أنها ساعدت في إعادة 645 مهاجرا إلى نيجيريا وغاميبيا وغينيا وكوناكري في إبريل ومايو الماضيين مؤكدة أن عدد المهاجرين الذين تمتعوا ببرنامج العودة الطوعية فاق ثلاثة آلاف مهاجر أفادت الشركة العامة للكربا بأن الشبكة فقدت على الأقل حوالي 750 ميجاوات بسبب نقص إمدادات الوقود من الغاز الطبيعي والوقود الخفيف المستخدم في محطة الانتاج مما دفع إلى اللجوء إلى طح الأحمال حتى تستقر الشبكة وناشدت الشركة في بيانها على صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ناشدت المؤسسة الوطنية للنفط التدخل العاجل وتوفير كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي أكد مدير إدارة التنبؤات الجوية محمد الشامس أن المنطقة الغربية شهدت انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مشيرا إلى أن المنخفض الجوي انتقل إلى الشمال الشرقي للبلاد والمنطقة الوسطى ومن المنتظر يستمر يومين وقال الشامس لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هذا المنخفض الجوي سيؤدي لارتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق قد يصل إلى أربع وأربعين درجة ويتسبب في هبوب رياح قوية تثير الأتربة والغبار مما يجعل الرؤية منخفضة إلى منعدمة بمدينة جدابيا وفاد الشامس بأن التوقعات الجوية في اليومين القادمين تشير إلى تحصن ملحوظ واستقرار في درجات الحرارة التي ستصل إلى خمس وثلاثين في أغلب مناطق ليبيا إلى عنوين النشرة ستة بين قتيل وجريح من قوات الكرامة بمحور الظهر الحمر جنوب درنة جراء انفجار لغم أرضي مقتل عنصر من كتبة الدبابات في غابة النصر بطرابلس وإصابة ثلاثة آخرين من هيئة السلامة الوطنية في انفجار بمقر الكتيبة مقتل أحد أفراد القوة المساندة لمدرية الأمن صبراتا وجرح ثلاثة آخرين في إطلاق نار على بوابة طويلة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرارة في على موقع التواصل الاشتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة